أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه قالها أبو الطيب المتنبي يوم أن كان للكتب وقرائها مكانتهم المرموقة في المجتمع فالقراءة تعد من أهم الوسائل التعليمية للإنسان ويسعى من خلالها إلى تطوير ذاته وفتح أفاق جديدة من المعرفة والعلم فهي غذاء الروح وتختلف أهمية القراءة من شخص إلى آخر فمنهم من يعتبر القراءة وسيلة جيدة ومفيدة للاستمتاع والتسلية بوقت الفراغ ومنهم من يعتبرها منهجا للحياة ولكن القراءة تتعدى حدود المتعة والمعرفة لما لها من فوائد كثيرة تعود على قدرات الإنسان الذهنية وعلى صحته العقلية لقد غرس حب القراءة في قلوب العرب والمسلمين غرسا عميقا فأحبوها حبا عظيما حتى كان الكتاب أحب إلى أحدهم من طعامه وشرابه وحرصوا على اصطحاب الكتب واقتنائها وحملوها معهم في أسفارهم والقراءة أعم من المطالعة لأنها عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معنى والوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك فيما لا يشترط في المطالعة أن تأتي على الكتاب حرفا حرفا وليس مفاجئا القول بأن القراءة باتت مهجورة لسيمة في أوساط الشباب الذين شغلتهم تكنولوجيا العصر وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي السياسات الرسمية في أغلب الدول العربية لا تشجع على التصالح مع الكتاب ما يدفع باتجاه الاستسلام والخضوع الأعمى والإذعان للثقافة السائدة كذلك انعدام الحماسة وسرعة الملل وقلة المثابرة والاكتفاء بقراءة المجلات والنشرات والصحف كل ذلك وغيره يندرج ضمن أسباب العزوف عن القراءة ولا شك أن من أسباب تراجع الأمم وانهيارها انحسار القراءة فيها كما هو الحال في المجتمعات العربية التي تعيش أزمة في القراءة منذ فترة ليست بالقصيرة وهي انعكاس لأزمة الثقافة برمتها حيث تظهر معطيات نشرتها الأمم المتحدة حول عادات القراءة أن معدل ما يقرأه الفرد في أرجاء العالم العربي سنويا هو ربع صفحة فقط بينما تعد كوريا الجنوبية وفنلندا وكندا من الدول الأكثر تقدما في عالمنا اليوم والتي هي من أكثر الشعوب قراءة على وجه المعمورة وتبقى القراءة أهم وسيلة الاتصال الإنسان بعقول الآخرين وأفكارهم بالإضافة إلى أثرها البالغ في تكوين الشخصية الإنسانية بأبعادها المختلفة ومفتاح الاستكشاف وأداة النضج فالقراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان أكثر من حياة واحدة